ورجعنا لكم مرة تانية ولسا مكملين حلقتنا مع الكاتبة المتميزة الأستاذة مونة ردوان ومجموعاتها القصصية الجديدة الكشكول لا يزال في جيبي نتكلم شوية عن القصص اللطيفة اللي اتكتبت في الكتاب وزي ما قلنا لحضراتكم في البداية هي ربطة الحقيقة انه القصص بأساني أغاني كلنا عارفينها وكلنا حبناها وفيلم من الأفلام اللي أكيد كلنا استمتعنا بيها تعالي كده من دردش مع بعض في شوية القصص الجميلة اللي عرضتيها من خلال كتابك قصة مثلا أخدت القرار أخدت القرار ايه حكاية أخدت القرار أخدت القرار دي بتحكي عن واحدة ست خدت قرار في حياتها انها مش قادرة تعيش في الضغوط بتاعتها بدون وجود ونيس هي متجوزة وعندها أولاد بس كل واحد عايش في حياته فلجأت للتكنولوجيا وخدت القرار بانها تستقدم حد يبقى رفيق أو ونيس لها عبارة عن دوميا ناعمة ودي تكملة القصة من القصص اللي كانت في كشكول المجهود الشخصي فهي في القصة بتقول لجوزها بقى ان احنا في حد هيجي يعيش معنا وشرحت له يعني الموضوع وكانت واخد قرارها يعني لو هو ما كانش أيدها هي كانت هتاخد قرار انها ممكن ما تكملش أو تسيبه أو كده كانت باترة جدا في انها متمسكة انها مش عجبها الحياة اللي هي فيها وعايزة معاها ونيس القصة فيها خيال علمي لحد كبير لانها بتجسد انه في دوميا هتحاكي الانسان وتقدر تعمل لها برمجة على الحاجات اللي هي بتحبها يعني مثلا بتحب القراءة بتحب الخروج بتحب الطبخ هنبرمج الدوميا دي انها البرنامج بتاعها يقدر يحاكي الحاجات المحببة دي فيبقى بينها وبين الدوميا دي دايلوج وليه اختارت راجل لانها وهي اول ما تجوزت كان عندها اصدقاء كتير جوزها خليها تقطع مع كل الاصدقاء الرجال اللي كانوا معاها في المادة الرجال بس ولا الرجال والمنات يعني بصي هو النساء كده كده بيختفوا يعني بس في قصتنا كانوا الرجال بس فهي اخدت القرار انها يعني هتعمل اللي في دماغها او محتاجة الوانيس واخترت الدوميا دي اتدفع انساني جدا 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 القرار من حقها خصوصا انه لما القصة تعرضت هي تكلمت هي حياتها عاملة ازاي تشعر بفراغ شديد البيت اكنه قتال الناس دخلة خارجة منه اكنه محطة يعني قصة لطيفة وفيها برضو اكيد جوانب انسانية مختلفة فيها جوانب انسانية وفيها تخيل الواقع التقني اللي انا شايفة انه هيبقى رايب قوي احكي لك خوفي احكي لك خوفي طبعا اغنية جميلة واكيد القصة ليها علاقة طبعا بالاغنية زي ما قلت واحد راجل طلع سن المعاش بعد ما كانت حياته مليئة وصخبة فجأة لقى نفسه وصل لسن المعاش وبعد حياة حفلة بقى اكبر قرار بياخده في حياته هيشرب قهوة سادة ولا مظبوط ولا زيادة قعدته طول الوقت في البيت سببت خلافات جمد قوي مع امراته فراح لطبيبة نفسية يقول لها مخوف فحكى لها مخوف احكي لك خوفي احكي لك خوفي اصمر ملك روحي اصمر ملك روحي دي من القصص القريبة جدا لقلبي وهي كمان المجموعة حطيت فيها قصص مربوطة باماكن يعني في قصة بتدور في كافي ريش فاصمر ملك روحي في كافي ريش ملك دي واحدة وهي سمرة وهي ملك روحي هي بنت اختي فالقصة بتتكلم عن علاقة الخالة بولاد بنت اختها اللي هي علاقة هي بالنسبة لي هنا شخصية بس هي علاقة مؤثرة قوي طبعا البنت حبيبة خالتها دي حاجة ما فيش فيها طبعا ونفس الشيء بالنسبة للخال القصة كلها بتدور في كافي ريش وانا روحته علشان اقدر اكتب القصة هو مكان عريق تعدي عتبته تحس انك اتنقلتي بالزمن بحكي مشاعري كخالة شعوري اين حياتها خصوصا انه انا خالة انا ما عنديش ولاد فهي حقيقي بنتي هي حقيقي بنتي اه اه واكيد انت بالنسبة لها يعني الفان بورت اللي في الموضوع اه اتمنى اتمنى يعني اكيد انت بالنسبة لها الملجأ الرئيسي يعني بالنسبة لها اتمنى وكمان انا مقتنعة ان السمار مش نص الجمال السمار كل الجمال برسي برسي برسيه اه 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 اصمر ملك روحي اسمع لمسمى يا روحي ربنا يخليك ليه نخليك ربنا يخليك يا رعب جميل طيب تعالي نتكلم عن رمضان جانة واحنا لسه خارجين من رمضان شهر كريم و جميل وكنا كلنا مستمتعين في هذا الشهر الكريم اللي نستنى من السنة للسنة رمضان جانا أغنية مقرونة برمضان وأنا كتبت القصة دي هي قصة يعني فيها جزء كبير قوي كوميدي وساخر هو أن أنا تتبعت مواطن مصري في السوبر ماركت بيشتري حاجة رمضان طبعا حاجة كوميديا يعني مشيت وراه ويقف عند كل ستيشن بيجيب ايه ويعمل ايه ولف على كل حاجة ممكن تتخيليها راح بقى اشترى طيور واشترى لحمة واشترى فراخ واشترى فكهة تتبعت خط سيرو والقصة تضحك قوي يعني حتة انه بيخبط على البطيخة من كل النواحي دي أزهلتني هو مستني حد يفتحه تقريبا يعني بيخبط عليها وانا حاسا يعني واخد الموضوع بجدية شديدة وطبعا تروليهات بقى تدقلق بقى يعني موضوع هو بيخبط مالوش مالوش لا لا كمية الحاجات الاستهلاكية اللي اشتريها مش وهي فيها بعد ان احنا يعني بعد كده بنستغرب ان احنا تخنة انا بحبها قوي ورمضان جانا ليه اسمها كده لان السوبر ماركت اول ما تدخلي كان قابل كان ليلة لرمضان القصة دي مكتوبة كان ليلة رمضان تسمعي اغنية رمضان جانا في الخلفية ففعلا رمضان جانا وفرحنا جميلة اغنية جميلة وكلنا مرتبطين بيها جدا اغنية جميلة والقصة تدخل دمعها خفيف دمعها خفيف طيعا نتكلم عن احن لخبز امي وما فيش حد مننا ما بيحنش لأي حاجة من رحة امه يعني مش الخبز بس ده حقي اغنية دي اغنية جميلة اي وهي بالعربية الفصحة احنا بنحن لأي شيء من رائحة الاحبة طبعا واقرب الاحبة هم امهتنا طبعا ربنا يخليهم يديهم الصحة يا رب القصة بتتكلم عن حد من طبقة ارستقراطية جدا بيأكل كروسان وهو مش قادر يتقبل الموضوع ده لانه مرتبط قوي قوي بالعيش اللي مامتوكب بتعملهله وتخبزهله حاجة بسيطة جدا هو فضل متأثر بيها وبيشم ريحتها وده تعبير مجازي عن اي حاجة امهتنا بتعمل بيفضل احلى اكل هو اكل مامتنا احلى تطبيقة لبس اللي مامتنا بتعملها احلى هدية اللي مامتنا بتجبل انا مش موضوع ان انا متحيزة للام والاب لا ما هو في قصة عن الاب وعيد الاب صحيح ومصطفى يا مصطفى ما كانت عن الاب ده حقيق بس انا بحس ان كل شيء من ايدي امهتنا فيه بركة وفيه حب رهيب جميل